افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار معرض عمان الدولي للكتاب الذي أقيم هذا العام بمشاركة أربعمائة دار نشر محلية معربية ودولية منها دار الكتاب المقدس وقد أقيم المعرض الذي استمر عشرة أيام وشاركت به 22 دولة تحت شعار القدس عاصمة فلسطين لما تمثله المدينة المقدسة من أهمية في وجدان الهاشميين وذلك تأكيداً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وخصصت إدارة المعرض هذا العام مساحة خاصة للأطفال من أجل تقديم فعليات خاصة بهم ضمن البرنامج الثقافي وقد احتفى معرض الكتاب هذا الموسم بالمؤرخة الأكاديمية الدكتورة هند أبو الشعر كشخصية المعرض الثقافية تقديراً لإسهماتها في مجال تاريخ الأردن الحديثي والمعاصري وتحديداً في الدراسات التاريخية عادة الناشرون في الأردن نهتم بأن نجلب الناس المهتمين بالقراءة وخاصة من فئة الشباب الذين نأمل أن يكونوا في المستقبل من القراء الذين يثرون المشهد الثقافي والفكري في الأردن وفي الوطن العربي بشكل عام في ديار المنهل نكون جزء مميز كالعادة ونحاول أن نضع بصمة مميزة في معرض الكتاب وبالتحديد الأمور الخاصة بأدب الأطفال وجميع العلوم والمعارف الخاصة بأدب الأطفال هذا يوم فعلياً يعتز به الأردن افتتاح معرض الكتاب السنوي في عمان وبذلك نسعد أن جميع الأردنيين يشاركوا في هذا المعرض ويستفيدوا من العروض والثقافة والمعرفة الموجودة في هذا المكان أي يوم بيكون في يوم احتفال للكتب أو احتفال إطلاق الفكر هو يوم احتفال لكل الناس وحقيقي بنشر الفرح لأنه نحن بهذا المعرض واليوم تم افتتاح معرض الكتب نحن منحتفل في الأفكار نحتفل بالثقافة لأن الدول لا تقوم إلا على الثقافة والذي يهدم الدول هو العكس هو الركود الفكري أي الركود الثقافي فالثقافة هي بترفع الناس وعكس ذلك نحن نرجع أو الدول ترجع للخلف اشتركوا في القناة